مرتغالي النهاردة بواجه جديد بواجه آخر بواجه دونا كريستيانو رونالدو في التشكيلة الأساسية تكتسح المنتخب السويسري بنتيجة 6-1 جونجولو راموس لعب الشاب لعب بنفيكا 21 سنة سجل النهاردة هاترك وبب اللعب الخبير سجل هدف النهاردة في هذه المباراة رفاقلياو عمل كورة حلوة قوي وسجل منها هدف رائع جدا النهاردة دي كانت نتيجة المباراة جوريرو كمان جاب رفاقلياو جاب هدف في هذه المواجهة بيبي ورفاقلياو ورفاقلياو وسلسية جونجولو راموس كانت هي النتيجة النهاردة السوداسية بتاعة البرتغال العالم كله يتحدث عن كريستيانو راموس النهاردة ده بديل كريستيانو في التشكيلة الأساسية أول مباراة له في المنديال يسجل هاترك في أول مباراة له في المنديال أمام أعين وأنظار كريستيانو رونالدو على الدكة وكأن الكون مش كون الزمن عارف أنت الحكاية اللي هي بتاعتي يقولك إيه ما أنت الزمن مش هيقفلك هو بالزبط ده اللي بيحصل مع كريسيون نولدو هو الزمن مش هيقفلك أعظم 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 من أعظم عشان الخلاف دايماً الخناعة بتاعك كريسيون نولدو بس من أعظم اللعبة اللي جات في التاريخ أسطورة الأساطير كريسيون نولدو الآن يجلس على الدكة ولاعب شاب 21 سنة يسجل هاتريك ويقود البرتغال للفوز على المنتخب السويسري على فكرة أنا بحب غير كريسيون نولدو بحبها هتقولي بتحبها ده بيبقى من دايق أصل لما اللعبة بتسجل أهداف أنا بحب اللاعب اللي هو يبقى داخل على 28 سنة ولسه عايز يسجل ولسه عايز يدي ولسه عايز يشتغل ولسه عايز يتعب ولسه عايز يكسر أرقام قياسية ما عنده الشغف شغال ما يقولكش بقى خلاص ما أنا عملت كل حاجة أنا مش محتاج يعني أنا اسمي موجود في كاس العالم لأ هو عايز يلعب وعايز يسجل أنا بحب الناس اللي عنده الشغف ده أعطوكش كده أنا من الناس اللي في ظهر كريسيون نولدو أو اللي بتسابورت كريسيون نولدو فيه ناس تانية تقولك اللي بيعملوا ده حاجة وحشة أنا لأ أنا بحب الناس اللي تبقى عندها غريت نجاح لو عايز ينجح طول الوقت موسيقى